مزيد من المتابع معنا هنا في الستوديو الصحف المتخصص في الشان الإيراني الزميل مسعود الفك مسعود أهلا وسهلا بك لماذا استهداف الصوفية في إيران بهذا الشكل مع العلم أن الصوفية التاريخية نأت بنفسها عن السياسة هذا هو السبب الرئيسي لأنه نأت بنفسها عن السياسة والمؤسسة الدينية في إيران هي في واقع الأمر تعبر عن نفسها من خلال التمسك بالحكم عندما تأتي عقيدة شيعية أخرى تنفي التمسك بالسياسة وتدعو إلى فصل الدين عن الدولة دون أدنى شك في هذه الظروف التي هناك إحباط ويأس من المؤسسة الدينية في المجتمع الإيراني الشيعي هناك توجه نحو الفكر الصوفي والفكر الصوفي هنا يحمل معه الابتعاد عن السياسة وقبول التنوع الديني وقبول التنوع المذهبي داخل إيران واحترام الأديان والمذهب الأخرى وهذا ما لا تتحمله السلطة وجدت نفسها منافس ينمو رويدا رويدا ويدعو الإنسان المتدين المؤمن بأن يبتعد عن السياسة ويتوجه إلى الذكر والورد طيب مسعود في هذه الحالة إلى أي مدى بدأت تتسع ظاهرة الانتماء ربما إلى الصوفية على حساب مؤسسة رسمية الدينية ولا أي مدى تشكل خطرا على ولاية الفقه هم بدون أدنى شاك يرفضون ولاية الفقه لا يقبلون بولاية الفقه لأن ولاية الفقه هو تفسير لاستلام الحكم بيد رجل تختاره المؤسسة الدينية وهو الفقيه الحاكم الفقيه الحاكم معناته يريد يطبق الشريعة بالمفهوم والقراءة الخاصة لولاية الفقه ولكن عندما نأتي للصوفية الصوفية محصورة في الروحانيات فقط ولا تقترب من الأمور التنفيذية حتى في الدين طيب مسعود ما مدى حضور هذه الحركات الصوفية في المجتمع الإيراني هل لديها حضور كبير المنتمون إلى التيارات الصوفية هل لهم أعداد تقريبية في إيران؟ نعرف حتى على التاريخ الإسلامي كثير من الحركات الصوفية أو بعض الحركات الصوفية هي ظهرت من إيران في واقع الأمر حتى الحركات الصوفية السنية مثل النقشبندية والقيلانية من شاءها كان إيران الفكر الصوفي ليس جديد على المجتمع الإيراني لذا اليوم هذا الفكر يأتي مرة أخرى البشر يحتاج إلى إشباع حاجته الروحية وبما أن المجتمع الإيراني وجد المؤسسة الدينية حولت كل الدين إلى أداة للحكم فقط وتركت الجانب الروحاني في الدين دون أدنى شك هذا الإنسان يبحث عن أدوات روحانية يشبه هذه الحاجة في داخله لذا بدأت الحركة الصوفية تنمو هذه ليست أول مرة يتم قمع الحركة الصوفية أول مرة تمت في سنة 2009 عندما تم الهجوم بفتوى من إمام جمعة أصفهان الهجوم على ضريح لأحد الأقطاب الصوفيين في أصفهان فتم تدمير الضريح ونهب مقتنيات الضريح ومن ذاك اليوم إلى يومنا هذا بدأت عدد الصوفيين يزداد شيئا وشيئا في مختلف المدن الإيرانية الصحفي المتخصص في أشان الإيراني زميل مسعود الفاك شكرا جزيلا لك على هذه المشاهدة اشتركوا في القناة